موسيقى أهلا بكم مشاهدين الأحب ننتقيكم بحلقة جديدة من برنامج المواطن والمسؤول نتابع الكثير من القضايا المهمة في هذا البرنامج اليوم من الحلقات المميزة طبعا رح يكون معنا الشيخ الدكتور سامي الزندي مدير الوقف السني في كاركوك مساء الخير عليك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك نرحمة إياكم الله وحيال الله المشاهدين الكرام نورتنا اليوم بالستوديو وسعيدين جدا بحضورك اليوم معنا أسعدكم الله ونور الله بقلوبك وحفظكم الله شكرا جزيلا لك طبعا بداية دكتور عدنا الكثير من الأسئلة لك خصوصا نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك أكيد شهر الخير والرحمة والبركة ورمضان مبارك على كل مشاهدين ومتابعين الأحبة وأكيد الكلام لك دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده يسعدني ويشرفني أن نحيي المشاهدين الكرام ونبارك لهم قدوم شهر رمضان لأهل العراق كافة ولأهل كاركوك خاصة ونحن نقول لهم مبارك عليكم شهر رمضان نسأل الله جل وعلا أن يجعل أوله رحمة وأوسطهما أغفرة وأخره عطق لنا ولوالدين من النار إن شاء الله آمين دكتور طبعا نبدأ معك ونتواصل معك بأسئلتنا اليوم من بعد ما نذهب إلى كل مشاهدين أحبة لفاصل قصر ونعود من جديد مشاهدين الأحبة نواصل معكم حلقتنا اليوم وبما أنه نحن مقبلين على شهر رمضان الكريم دكتور نعود إليك دائما هناك تحضيرات كثيرة لشهر رمضان المبارك وبداية نريد أن نعرف منك ما هي تحضيرات الوقف لهذا الشهر الكريم حقيقة هناك أمور إدارية تخص المساجد والأئمة والخطباء من هذه الأمور طبعا هيئنا المطويات الإمساكيات للشهر رمضان والتعليمات للأئمة والخطباء بالتزام المساجد وعدم الإجازات طبعا في شهر رمضان لأي شكل من الأشكال الحرص على إقامة الشعائر الأوقات الخمسة للصلاة صلاة التراويح الموعظة القيام في ليلة القدر توزيع مهام الفتوى بين لجنة الفتوى والتنسيق مع الأئمة والخطباء هذه كل أمور إدارية هيئناها وأخرجنا له تعميما لكافة الأئمة والخطباء في مدينة كاركوك طيب هل الأمور التنسيقية هل تحتاج وقت تطلب وقت بهذه التحضيرات؟ حقيقة هو لا نظيف إلا بعض الأشياء اليسيرة لأنه هذه أصبحت سنة متبعة في كل سنة يعني تعليمات نحن أيضا نأخذ تعليمات من المرجع الأعلى اللي هو ديوان وقف السني وطريقة الوصول إلى الأئمة والخطباء والكادر الديني سهل الآن سابقا كان تبليغ واجتماعات اليوم الحمد لله قروبات وكلما أضاف في هذه القروبات يعني بلحظات هذه التعليمات تصل إلى جميع المنتسبين بشكل أسرع وأسهل نعم وسلس وسليم حلو طيب هناك جدول ظهر أمام المشاهدين هذا لو توضح ما هي تفاصيل هذا الجدول نعم حقيقة هذه إمساكية شهر رمضان نعم الإمساكية هذه لجنة الفتوى تصدرها في كل سنة كل عام هم يتولون ترتيب هذه الإمساكية يجعلون فيها بعض الإحكام الشرعية للصائم يحتاجه وتوضيح وقت صلاة العيد والغاية منها حقيقة هو توحيد الأذان بين المساجد والمناطق في كاركوك حتى يكون على وقت واحد نعم لأنه حقيقة عندنا الوقت هو شرط من شروط صحة الصوم والصلاة نعم فكلاهما يحتاج إلى هذا التقويم هو موجود بالواقع في كل المساجد لكن هذا للتأكيد والالتزام إن شاء الله نعم طيب أحب أنا وأيضاً لكل مشاهدين الأحبار ستكون أرقامنا ظهر أسفل الشاشة أي استفسار أو سؤال موجود الشيخ والدكتور سامي الزند يجاوب على كل أسئلتكم اليوم وخصوصاً أيضاً نحن مقبلين على شهر رمضان الكريم فأكيد هناك أسئلة كثيرة على شهر رمضان اللي حاب يستفسر ويسأل أكيد رح يجعكم الدكتور طيب دكتور أيضاً ما هي أبرز وأهم النشاطات التي يقوم بها الوقف حقيقة النشاطات العلمية والخدمية العلمية عندنا كثير من المساجد فيها دورات قرآنية وحجرات لتعليم العلوم الشرعية وحلقات علم وعندنا في الوقف السني أيضاً إذاع للقرآن الكريم يبث في مدينة كاركوك وضواحيها لكل المشايخ بدون استثناء بكل أشكالهم وألوانهم وأفكارهم يأتون يقدمون برامجهم في هذه الإذاعة أيضاً عندنا المراكز القرآنية تقريباً ما يزيد على 18 مركز لتحفيظ القرآن للبنيين والبنات ولجنة الفتوى أيضاً عندنا في كل يوم ثلاثاء صباحاً ومساءاً يعقد في جامع سيد أحمد خانقاء يستقبلون الفتاوى لجميع أهل كاركوك طيب أيضاً أريد أسألك بخصوص الوظائف الدينية كيف يتم اختيار الوظائف الدينية دكتور؟ حقيقة نحن حينما نقول الوظائف الدينية نعني به الإمام الخطيب والإمام يعني الإمام الخطيب وظيفة الإمام وظيفة قارئ ومؤذن وظيفة خادم ومؤذن وظيفة الخادم وظيفة عندنا خمس وظائف دينية هذه طريقة الاختيار تكون بطريقة أنه يأتي المتقدم عندنا شعبة من شعب الوقف من هيكلية الوقف يسمى بشعبة المجلس العلمي يقدم المستمسكات وعندنا لجنة بأعضاء لجنة المجلس العلمي يختبرون إذا كان إمام خطيب لابد له أن يكون خريج كلية شرعية مختصة وإذا إمام لابد أن تكون عداديته إسلامية ولديه معلومات وعندنا منهج يقدم يمتحن بهذا المنهج شفويا وتحريريا ثم يجتاز هذه المرحلة ثم يكون إماما وخطيبا أما بقية الوظائف كالقارئ والمؤذن والخادم والمؤذن والخادم هؤلاء فقط امتحاناتهم شفهية إذا نجحوا في الامتحان ثم بعد ذلك يحق لهم أن يقدموا إلى جميع الوظائف الدينية فهؤلاء هم الذين يتم اختيارهم عن طريق المجلس العلمي في الوقف السني طيب هل الوظائف تحق لذوي الخبرة أم فقط ذوي الشهادات ذوي الخبرة لمدة سنوات مثلا طويلة ممكن هناك ستثناءات حقيقة سابقا كان يسمى بالإجازات العلمية كان حينما يأتي المتقدم للإماما والقطابة خاصة العلماء الكبار كان لا يمتلكون الشهادات الأكاديمية فكانت هناك الإجهان مختصة تمتحنهم ثم يجتازون هذا الامتحان ثم تكون لهم الأهلية إذن يكون اختبار من بعدها يحدد هو الوظائف الدينية لابد أن تكون عن طريق المجلس العلمي نعم طيب أيضا نتحدث عن كمية الدعم لبناء المساجد أو الجوامع هل هي كافية كميات الدعم؟ نعم حقيقة المساجد في بلادنا نعم وهذا من فضل الله تعالى أنه أهل العراق أهل الخير في كل المحافظات أهل الخير هم يتبنون بناء المساجد وهذا شيء مفرح صحيح بفضل الله تعالى وظيفة الوقف طبعا بما أنه هذا تجمع ديني لا يصح إلا يكون عن طريق الوقف نعم وهذا قانون المقابر ودور العبادة نعم أي دين أو مذهب لا بد أن يكون عن طريق الوقف إذا كان الوقف السني أو وقف الشيعي أو الوقف المسيحي وبقية الأديان أو الأقليات لا بد أن يكون عن طريق الوقف فالوقف يعتمد عليه بجانبين جانب الإداري من الكتب والمقاطبات الرسمية نعم والثاني بالدعم لكن هناك مشكلة بالدعم المالي نعم الوقف لا يستطيع أن يدعم المساجد التي بنيت على غير أرض الوقف نعم الوقف لا بد يكون دعمه على المساجد التي بنيت على أرض موقوفة مضبوطة نعم فإذا كان بهذه الصفة الأرض فالوقف يدعمها نعم لكن إذا لم تكن هكذا ليس لنا أن شنو السبب دكتور لا تعد ملكا صرفا للوقف نعم إذا كان سند الأرض باسم الوقف نعم فلنا الحق التصرف نعم الهندسية هناك تكشف ونصرف عليه الأموال لكن لم تكن تابعة لنا أرضا وسندا فلا يحق لنا طيب نتحدث أيضا وعندي سؤال إليك برأيك ما مدى التطور الفكري الآن لدى الشباب وخصوصا بعد محاربتكم للتطرف الفكري المنتشر لربما في فترات متفاوتة عن طريق مثلا وسائل التواصل الاجتماعية أو وسائل أخرى ممكن تستخدموها طبعا عندنا أيضا شعبة من شعب هيكلية الوقف السني تسمى بشعبة الوسطية والاعتدال هذه الشعبة واجبها هو الدعم للأشياء الفكرية فإذا كان هناك تطرف فكري أو شيء يؤدي إلى التطرف العنيف فهنا هذه الشعبة تتدخل بالدروس والمواعظ والمطويات والتثقيف على ذلك لمنع هذا الفكر أما مدى تأثير لمنع هذه الظاهرة حقيقة سابقا ولاحقا هناك أمور الأمور تعالج إما فكريا أو عسكريا الأمور إذا آلت إلى خراب فنحن الآن الأمور العسكرية انتهت هذه المعارك لكن هذه الفكر يعني باقي ويبقى لأنه من زمن الخوارج إلى يومنا له تأثير على الأمة على علماء الأمة أن يقابلوا هذا الفكرة بالعلم لا علاجة إلا بالعلم والتوعية الصحيحة نرجع إلى الكتاب والسنة وآراء العلماء قبل مئة عام وأنا أحدد مئة عام لأننا حينما نراجع قبل مئة عام العلماء كلهم بجميع الأفكار والمذاهب كانوا متعايشين ونحن الآن نحتاج إلى هذه الفتاوى التي جمعت بين أسنافنا من آبائنا وإجدادنا من القوميات والمذاهب كلهم عاشوا على الأرض متحابين متعايشين متسالمين دكتور هذا كلامك صحيح بس هواي الناس من نطرق لهذه النقطة يذكرون أنه نحن الآن في تطور والحياة تتطور ويجب أن نتطور معها فلربما يتناقضون مع هذا الكلام أنه نحن نتطور ولازم الحياة تمشي بالنسبة هناك أشياء ثابتة ربنا قال الخيلة والبغالة والحميرة أجلكم الله لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون هناك أشياء ثابتة وربنا فتح المجال وما لا تعلمون الطائرات السيارات الباخرات الأشياء الكهرباء التطور لنعيشة التطور لكن هناك أشياء ثابتة عندنا علوم وأشياء يعني هناك أمور ثابتة نعم مثلا حق الجار ثابت نعم حقوق الوالدين ثابتة إقامة الصلاة ثابتة مبادئ نعيش عليها هناك نصوص ذلك العلماء قالوا لا اجتهاده في مورد النص نعم الكل يتوقف الكل يتوقف فنحن عند النصوص التي كانوا عندها وقفوا نعم نقف لكن نحن في تطور نعم ندعم التطور ندعم الأشياء الجديدة نواكب العصر لكن مع الحفاظ على الثوابت إذن ولذلك العلماء عبروا عفوا عنها نعم فقالوا الفتوى تتغير بتغيير الزمان والمكان والأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وهو صائم قال أقبل قال له قبل كذلك الشاب الذي جاءه وسأله أقبل أو لا قال لا تقبل نفس السؤال ونفس العلة لكن منع هذا وأمر لهذا فمن شخص إلى شخص يتغير فتوى في السبعينيات الآن لا تصلح تغيرت فتوى هنا تصلح لكنها في بلد آخر لا تصلح فذلك الفقهاء قالوا تتغير بتغيير الزمان والمكان والأشخاص نعم نعم طيب أيضا سؤالي مرتبط فهذا هو عين التجديد نعم سؤالي أيضا مرتبط بهذا السؤال كيف تقيم حركة وفكر الشباب بالوقت الحالي وما هي الركائز التي يجب أن يتبعوها دكتور تعرف إحنا ذكرنا تطور الحاصل فالشباب يتبعون التطور لربما ممكن بعض السلبيات اللي ما تظهر بالبداية لهم بعدين فكيف ممكن يمشون بالطريق الصحيح بشكل إيجابي ما يضرهم نعم نعم حقيقة أحفظ الله يحفظك نعم تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى الله يحفظك هذه الأولى الثانية بالعلم والمعرفة نعم لذلك عمر بن عبد العزيز حينما جاءه الوفد من اليمن تكلم الصغير قال أين كبراؤكم هذه نصيحة للشباب قال أين كبراؤكم نعم وإذا بالشاب الذي تكلم قال يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه ولو كان الأمر بالسن لكان في المدينة من هو أولى منك بالخلافة لأنه بالخلافة أكثر ناس أكبر عمرا من عمر بن عبد العزيز فليس الأمر بكذلك نعم فمن سمع هذا الكلام قال له تكلم ماذا قال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال له تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالمه وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل فالشباب الآن وقتهم يقدمون شيء من العلم والمعرفة والوقت نعم كذلك يحافظون على الوقت نوما واستيقاظا وعبادة وعملا إذا ما قسم الوقت فهو هذا سبب من أسباب الفشل لذلك هم أهل التربية قالوا التخطيط العمل ثم المتابعة نعم فعلى الشباب أنه يخططوا لحياتهم تخطيط ثم يعملون ثم يتابعون وإلا في فشل ولذلك إمام الشافعي رحمه الله قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك لذلك كثير من الشباب يسهر من بداية الليل إلى الفجر لا يحس بالوقت صحيح النصيحة الأخيرة للشباب الصحبة الصالحة أن يختاروا أصدقاء صالحين كل شي مهمة هذه طبعا لذلك ربنا أمرنا بالصحبة الصالحة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الكينون هنا عمل يعني أنت تسدق مع شخص يكون صادق أمين نزيه عفيف قوي بكل الصفات لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويحذرون أصدقاء السوء قالوا والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح ولا خاب من خاب كثير من الشباب آباؤهم هيئوا لهم جميع الوسائل للراحة والتعليم لكنهم فشلوا قال والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح ولا خاب من خاب إلا بصحبة من خاب لذلك هذه نصيحتي لهم يحافظون على عبادة الله سبحانه وتعالى العلم الوقت الصحبة الصالحة وعدم مصاحبة السوق أصدقاء السوق جدا شكرا لك على هذا النصائح دكتور سأرجع بالسؤال لك أيضا لأجواء رمضان والالتزام بشهر رمضان المبارك في طبعا أسألة وصلتني بخصوص فرق التوقيت في ناس تخاف جدا من فرق التوقيت بالإفطار فهذه مشكلة بالنسبة لكثير من الناس شون ممكن تتم بشكل صحيح هو نحن أمر بالنظر إلى الشمس نعم الله جل وعلا قال وأتم الصيام إلى الليل نعم النمس صلى الله عليه وسلم فسر الليل قال إذا أقبلت الليل من هنا من جهة الشرق وغابت الشمس من هنا جهة الغرب فقد أفطر الصائم خلص دخل الوقت نعم أما توحيد الأذان حقيقة هو هذا اللي كنا نعنين بالبداية الكلام قلنا هذا اليمساكيه وهذا خوفا من هذا لأنه دخول الوقت شرط صحة الصلاة ما هي المشكلة ده صرف فرق توقيت خمس دقائق يعني شوية أكثر شوية أقل هذا الفرق هل هذا يسبب مشكلة ستلابد أن ناخذ الأحوط نعم هذه عبادة نعم يعني أنا اليوم قالوا أنه في مدينة داقوق بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت والشمس طالع نعم فهذا خطأ إذا كانت صلاة فصلاة باطلة وإذا كانت صيام فصيام أيضا باطل فدخول الوقت شرط من شرط صحة العبادة إذا كان صوما أو صلاة وإن كانت خمس دقائق طيب ولكنت لحظة إذا قبل الوقت قبل المغيب الصلاة تكون باطلة والصيام كذلك أبطل يعني نقدر نقول شوية صبر على التوقيت حتى لا يروح الصوم والصلاة بهبادة وإحنا إن شاء الله بدورنا في الوقت السنية نؤكد على هذا التوقيت يعني على الأم والخطباء يلتزموا إن شاء الله إمساكا وإفطارا نعم وأيضا الجدول هذا موجود إن شاء الله الكل يتم الالتزام به ويعني ورح ينتشر بشكل صحيح أكيد أيضا دكتور عندي سؤال آخر وصلني عن المطاعم اللي يتم افتتاحها بشهر رمضان المبارك كيف تعلق على هذا الأمر طبعا يسمعوا الإخوة أهل المطاعم وإحنا في الوقف نحن في لجنة افتتاح المطاعم طبعا هناك أناس قد أعذرهم الله جل وعلا أهل الأعذار لهم أن يأكلوا ويشربوا المرضى المسافر لكن شرط الأكل والشرب التستر لأنه الإفطار معصية نعم الإفطار معصية والإجهار بالمعصية أقبح نعم لذلك هو صاحب العذر يأكل في مكان مستتر لا يرى أو لنظم مشاعر الناسة للصوم والعبادة لا يضر أحد لا يضر أحد فإطعام الطعام لغير أصحابه طبعا من الكبائر إثم لأنه يقتكب كبيرا يطعم الطعام لكن إذا كانوا يطعمون هؤلاء الذين لهم أعذار هذا يجوز لكن بشرط التستر وسابقا كانوا أهل المطاعم حينما يفتحون في شهر رمضان يخلون استارة على أن لا الناس يطلعوا على ما داخل المطاعم ويرون الأكل والشرب صحيح هناك كثير من المطاعم يستخدمون هذا الأسلوب ومن بركم ننصح هذا نقول الذين يعني يحصلون على إجازات الفتح أن يحافظوا على الآداب الشرعية بالتستر وعدم الإطعام لأنه هذه أيضا مشاعر الصيام من الواجب علينا الحفاظ على مشاعرهم أكيد واحترام الآخرين أيضا دكتور سؤالي لك ما مدى تعاون الإعلام معكم وتعاونكم أيضا مع الإعلام نحن عندنا شعبة الإعلام في الوقف السني لدينا أجهزة وكاميرات متطورة مسؤول الشعبة هو عضو في إعلام المحافظة محافظة كاركوك ولدينا مؤتمرات صحفية ونوثق كل ما نعمله من نشاطات في الوقف السني إذا كان خطبا أو مواعظا أو حضور مناسبات كل ذلك يوثق فنتعامل مع الإعلام بكل شفافية وكل دقة طيب كيف تواجهون الترويج الكاذب والإدعاءات الكاذبة لتشويه الدين دكتور حقيقة أنا أنصح مؤسستي وأنصح جميع الإعلاميين أولا الجانب الشرعي الله جل وعلا يقول عن المخبر يقول إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ما يقص الناس أمرنا الله بالستر وإذا كان من أجل الإصلاح فلابد أن يأتي الإصلاح من باب الإصلاح لا يكون القرابة يعني من باب الإشهار ومن باب الفضيحة الفضائح وغير هذا من الجانب هذا مرء يسمى إصلاح هذا يتخذ غير جانب هو أنا يتصور هو المستحين ما يخوضون بهذا المسلك النوع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ما يصير أنا سمعت خبر وأنقل الخبر إلى شيء بصراحة هذا يعني من عدة الجوانب أولا كذب لربما في القبر في تخويف للناس وترويع وهذا أيضا ظلم لربما يبنى عليه حقوق الآخرين وهم برآة من هذا لذلك نصيحتي للأعلاميين لكل من ينشر أن يدقق بعد ذلك لأن المسألة الشرعية حقيقة مسألة متعلقة بحقوق الناس الناس اللي تحاول تشوه الدين سواء كان على التلفزيون أو بوسائل التواصل الشمعية بأي طريقة كانت كيف تكذبون هكذا دعاءات كاذبة لتشويه الدين هل يعني يظهر مثلا شيوخ أو أشخاص يعني أكيد تابعين للدين لتصحيح هذا المسار نعم حقيقة هو الدين لا بد أن نفرق بين الدين والمتدين الإسلام والمسلمين الدين لا يشوه لأنه دين الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فهذا محفوظ يعني اللي يخوض بيه يعتبر كافر لكن هناك الكلام حول المتدينين فالمتدين هو كما قلنا في الكلام السابق إذا كان يستحق الكلام نعم على المسلم الستر نعم عدم الفضح وعدم الخوض به لكن إذا كان من أجل الإصلاح فبالنصيحة ولذلك شرط العلماء في النصيحة قالوا أن تكون بلين وانفراد حتى إمام الشافعي مع جلال القدري رحمه الله يقول وجنبنا النصيحة في الجماعة فإن النصحة بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع أحراج أحراجك لا أرض استماع هذا إمام الشافعي رحمة الله عليه يقول فلذلك نحن نقول إذا كان في بعض المتدينين الخلل علينا النصيحة والإصلاح قبل الإشهار والفضيحة طيب أيضا سؤالي إليك هل هناك دعم من الوقف للطلاب نعم حقيقة نحن عندنا في كلية الإمام الأعظم في كاركوك أو في العراق عامة الطالب الصباحي حينما يقبل في الصباحي بشروط القبول طبعا شروط وزارة التعليم العالي نعم بعد ذلك يباشر الطالب له في كل شهر منحة خمسين ألف دينار نعم مع إذا كان من الأطراف مع القسم الداخلي والإطعام من الوقف هذا من ديوان وقف السني نعم نعم وهذا شرط الوقف نعم بعض الأهل الخير نعم أوقفوا وقفياتهم ومن هذه الوقفيات أنه لطلبة العلم طيب مستمرة هي بشكل مستمر بأثناء الدوام نعم يعني أثناء الدوام من يباشر الطالب نعم لحد الانفكاك نهاية السنة امتحانات تقيل السنة نعم هو ياخذ كل شهر خمسين ألف دينار نعم طيب هل هناك رواتب مخصصة لإعانة العواء المتعففة أو ذوي الاحتياجات الخاصة لحالات الطلب معينة مثلا نعم نحن تكلمنا عن الهيكلية الإدارية قلنا أنه في عندنا البيتس العلمي وعندنا شعبة الوسطية والاعتدال وعندنا الإعلام كذلك عندنا شعبة صندوق الزكاة نعم شعبة صندوق الزكاة لدينا عوائل متعفف بما يقارب 700 عائلة نعم وقسم من الإخوة والأخوات القصيرية القامة نعم مثبت الأسماء عندنا نعم هذه في كل شهر نحن من كل موظف نستقطع ألف دينار نعم هذا الاستقطاعات بوصل يؤتى إلى صندوق الزكاة ثم نوزعها إلى الأيتام والعوائل المتعففة في الوقف السني الذين هم يعني يستحقون ذلك وكذلك عندنا صناديق مخصصة للزكاة في المساجد في بعض المساجد نعم هذه الصناديق مثبتة في كل شهر أو أكثر يذهبون شعبة الزكاة إلى فتح هذه الصناديق 40% من الواردات تعود إلى إدارة الجامع وال60% تؤتى إلى الوقف السني أيضا توزع إلى العوائل المتعففة طبعا كلها بسندات إدخال وإخراج طيب سمعنا هناك دكتور دعم من الوقف للناس المتضررة من الزلازل التي حصلت قبل فترة في تركيا وسوريا فلو تشرح لي أكثر عن التفاصيل حقيقة من هنا أوجه شكري وتقديري لإخوة الأئمة والخطباء نعم الذين سمعوا نداء معالي رئيس الديوان نعم وجه المديريات في العراق بجمع التبرعات نعم لإخواننا المتضررين في سوريا وتركيا من جراء الزلزال لذلك حقيقة كل الأئمة والخطباء في كاركوك بدون استثناء وفي العراق عامة لكن أنا أتكلم في كاركوك جمعوا مبالغ نقدية ومواد غذائية وألبسة وفرش نعم وما يحتاجه الإنسان حقيقة في حياته جمع ونحن اتفقنا مع رئيس لجنة المنظمات المجتمع المدني أستاذ استبرق أن يوصلها إلى أماكنها بإذن الله إن شاء الله طيب هل هناك حملات يقوم بها الوقف دكتور؟ حقيقة الحملات التوعوية مثلا لدينا حملة في مديرية الوقف السني اتفقنا مع مديرية التربية لعدد من الأئمة والقطباء المؤهلين لإلقاء المحاضرات لمكافحة هذه الآفات المخدرات عدم طاعة بر الوالدين الحرص على الدراسة حملات إصلاحية فلدينا هذه الحملة حملات الإغاثة لدينا أيضا هذه تكلمنا عن جراء الزلزال نعم ونشاطات أخر طيب هل هذه الحملات لتوعية الشباب أكثر هل تشوف أنه هناك استجابة من قبل الناس أو الشباب بصورة عامة على هذه الحملات؟ على خبرتي وظني نعم هناك تغيير لذلك كثير من الأئمة والقطباء يقولون حينما نذهب إلى المدارس هناك تواصل كتب شكر من الإدارات لمشايخنا وعاضنا حينما يذهبون يفرحون ويتمنون الإعادة لاستفادتهم وانتفاع الناس بهم حلو طيب دكتور هناك فعاليات يقوم بها بعض الشباب أو مسابقات معينة لحفظ القرآن الكريم هل تدعمون هكذا فعاليات أو مسابقات؟ حقيقة نحن عندنا دورات دائمية وعندنا في الصيف الدورات الصيفية نكتفي بإعطاء شهادة وهدايا بسيطة يعني من ساعات يدوية أو أقلام أو حقائب مدرسية أشياء بسيطة وهناك دورات لحفظ القرآن أو أجزاء من القرآن الكريم تكون هناك حملات من الإخوة المتورعين طبعا وليس من الديوان لذهابهم إلى العمرة أو بشراء أو بمبالغ طائلة لهم وعندنا أيضا المراكز القرآنية المراكز القرآنية نحن أيضا ندعمها بالإجازات والتصاريح الأمنية والأبنية ويكون تحت إشرافنا ندعمها بكل ما نملك بشكل كبير ممكن نعم عندنا 18 مركز فعال في كاركوك وضواحيها أيضا أريد أسألك كم عدد الوقفيات دكتور في كاركوك وأيضا أين يذهب واردها حقيقة على ما أظن الوقفيات يقارب الألف وقف مع عدد المساجد طبعا في كاركوك هذا ألف فقط في كاركوك في كاركوك نعم نتكلم عن كاركوك يعني من أبنية ودكاكين ومحلات وقراجات ومقابر نعم هذه واردات كلها تذهب إلى بغداد نعم ليس لمدير فرع الاستثمار أن يأخذ دينارا واحدا كلها لبغداد ثم بعد ذلك يصرف إلى كاركوك وهناك فرق بين المؤسسات والاستثمار لأن الديوان وقف السني فيها عدة مديريات نعم فنحن ارتباطنا كأئمة وقطباء ومنابر ومحاريب مكان العبادة والوظائف الدينية الوقف السني تابعا للمؤسسات نعم والمحلات والأماكن التي فيها استثمار وتجارة تابعة إلى هيئة استثمار الوقف السني لذلك هذه الوقفيات من العجائب الذين يتكلمون على حقوق الإنسان أنا قبل سنتين كنت عضوا في المجلس الأعلى في بغداد مجلس الأوقاف الأعلى طلعت على وثيقة هناك وقفيات للكلاب السائبة أجلكم الله يعني وقف مال صاحب الوقف اشترط أن يشترى طعام للكلاب السائبة في بغداد فعندنا الوقفيات هنا فيه للفقراء ولطلاب العلم والمساجد ولقراء القرآن يعني حينما نطلع على الأضابير القديمة حقيقة نحن في بعد عن ما كانهم يعملوه لذلك هذه الوقفيات كثيرة خيرها كثير لكن تذهب إلى بغداد وبعد ذلك يصرف على جميع المؤسسات في البلاد وليس لكاركوك فقط طيب أيضا هناك تحدثت عن إذاعة الوقف ما هي آلية العمل في هذه الإذاعة نعم حقيقة إذاعة القرآن الكريم في الوقف السني نعم إداريا مرتبطة بينا فنيا وماليا مرتبطة في بغداد بمدير عامل الاحتفالات نعم الآلية هم إداريا موظفون عندنا وهم فيهم ما يقتصون بالسمعيات والصوتيات يعني هم أدرى بهذه نعم والذي يعنينا هم المتكلمون والمحاضرون في هذه الإذاعة هم من مشايخ كاركوك بدون استثناء والآن بفضل الله تعالى اليوم أخبروني أنه سجل أكثر من 30 حلقة من رمضان وإلى بعد رمضان وهذا من إنجاز هذه الإذاعة المباركة ونحن على استعداد أي إذاعة تريد مننا نشاطا أو تسجيلا فالمشايخ بدون مقابل يشاركون طيب نتحدث أيضا عن نشاطاتكم التي تقومون بها مع المديريات أو الدوائر الأخرى حقيقة معلومة داريا أنه جروب مدراء في محافظة كاركوك نعم الوقف السني حالها كحال بقية المديريات نعم في المحافظة نشاركهم في الأفراح والأحزان والإعمار والإعلام بكل ما يعني نعم ونحن أيضا عملنا برنامجا في الوقف إذاعة الوقف السني أن ندعو من يرغب من المدراء مثل سيد مدير المرور سيد مدير البلدية سيد مدير تربية كاركوك ما نحتاجه نحن أو هم يريدون توضيحا ما يتعلق بالمسائل الشرعية فنحن نرحب أبهم إن شاء الله على منبركم طيب نتحدث قبل لا نختم إياك دكتور الحديث معك جدا طيب وأكيد كل المشاهدين استفادوا من كلامك أيضا ما هي مخططاتكم المستقبلية حقيقة المخططات نحن نعمل على أولا تثبيت المساجد التي بنيت وليست للوقف السني الآن عليها يد إرجاعها ثم بعد ذلك من المخطط أن نجعل لكل مسجد كادر متكامل من إمام وخطيب وقارئ وقارئ ومؤذن وخادم لكل جامع له أن يمتلك خمسة والآن أضيفها إلى الملاك الحارس الديني فالمخطط هذا وأن نفعل إن شاء الله المراكز القرآنية أكثر والمدارس الدينية عندنا أيضا لدينا منهاج متكامل من أجل أولاد الشرفاء والعوائل المتدينة المحبين للدين أن يباشروا بهذه المدارس لأنه الرافد الوحيد للمساجد هم المدارس الدينية تخرجوا ثم يلتحقون بكلية إمام الأعظم ثم بعد ذلك يؤهلون أن يكونوا أئمة وخطباء في هذه المؤسسة العريقة المباركة إن شاء الله دكتور الشيخ والدكتور طبعا سامي الزندي شكرا جزيلا لك حضورك معنا سعيدين جدا ورمضان كريم عليك وعلى كل متابعين الأحب شكرا لك حياكم الله وحيا الله المشاهدين شكرا لك إذن في ختم حلقتنا ومشاهدين أكيد انتظرنا بحلقة جديدة في أكيد مواضيع جديدة ومع الكثير من القضايا المهمة في هذا البرنامج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر